الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله والصلاة والسلام إسلام يعني سمع إلى الله إذا كنا نتحدث في عربي نقول إسلام إذا كنا نقول إرنايةо نقول لنا نقول لا نقول إسلام إن نقول إننا نقول دي إذا كنا نقول拜拜 إذا كنا نقول في عربي نقول لنا نقول الله إننا نقول لنا جسم في القرآن الكثير من الناس في القرآن الكثير من الناس في الناس يتبعون إلى الإسلام يجب أن يكون هناك لذلك اليوم سوف نتكلم مرحبا جورج حسكو أنا أستطيع المعلمين لقد كنت موسلم ل7 عام بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اليوم سوف نتكلم عن نماذا في القرآن وقناة الناس في القرآن إنه عن الناس إذا كان هناك لديك يطلق محابا ونعطيه خطيها بعد وقتين خلاص سوف نجد محابا كما هذه خطيها لأنه يجب أن يكون نحن لكن الناس لا ما في الأمر يملك ما في الأمر يأخذها من وقتها بشكل انها يملكها في الوضف لذلك لا يبقى في المنزل، يبقى إلى المنزل ويبقى في المنزل ويبقى في المنزل ويبقى في المنزل اللّاه أكبر الله الله أكبر الله ومعرة المؤسسة ومعرة المنزل كان أخير محقاً معنا وقد كانت أخير إلى الإسلام وقد ذكرت إلى الأساسي وقد ذكرت إلى الأساسي quechuan you saw me yesterday he meet you alhamdulillah and you make good out of mashaallah mashaAllah well where are you coming from I'm from georgian and how long you converted to Islam alhamdulillah this year will be inshallah seventh year to right now there is more than one thousand information of one science discovered with the modern science was written the Koran long time ago for example شكرا 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 شكرا